سلام الإخوان من جديد بعد غياب نعود في الموضوع قلمه لم يسجل لمقابلة بيلباو وخبعنا قندوقان أو تركنا قندوقان يذهبوا بالمجان وراء الذهب قندوقان يعتبره البعض بأنه خسارة ولكن اشترحت سابقا قلت بأنه ليس بخسارة لأن الراتب قندوقان اسمحنا قندوقان في الراتب له ألا وهو 36 مليون أورو يعني البعض يشوف هذه المسألة هذه قلنا بأن ذهاب قندوقان كان لمسائل اقتصادية بحدة مستقبلا ان شاء الله هالإخوان لأنه قد تجيني واحد تساؤلات كثيرة البعض لا زال لم يفهم الوضع الاقتصادي المزري جدا لبرسالون البعض تسحبله برسالون فريق قوي ليس من ناحية المداخل المداخل الموجودة ولكن سنجد الحلقة مفصلة على الوضعية الاقتصادية لماذا البعض عندها أموال ولا تستطيعوا فعل شيء لماذا نحن البعض في مشاكل قاعدة اللعب المالي النظيف مستقبلا يعني عدروني واحد يومين لأنه الموضوع كبير سنخصص فيه واحد الحلقة سأشرح فيها لما لا يستطيع البعض إبرام صفقة كبيرة مع أن الدخل في النادي كبير جدا لماذا البعض مربوط بقاعدة اللعب المالي النظيف من بعد إن شاء الله سنجدها الآن دعونا في الموضوع ديالنا عندما نخرج دعونا 36 مليون أورو بيعنا فايل رين يعني فايل رين بـ 12 مليون أورو مع نسبة 25% في بيع مستقبلا مع كذلك خيار الشراء مستقبلا بـ 35 مليون أورو يعني هذه صفقة جيدة جيدة يعني صفقة فاية أنا كلها عجبتني مالغري أنه الفتاة كنت أريد أن يستمر ولكن ولكن يعني حتى الإعارة حتى الإعارة روكي يعني إعارة ديالروكي لفريق بيتيس لأنه روكي مبغاش يمشي لسبورتينج بـ 38 مليون أورو قال يريد الاستمرار في البطولة الإسبانية لم تعجبه البطولة يعني البرتغالية هذا شأنه حتى البصة كانت تفكره فقط في إعارات بيتيس ربما ربما أقول أن الإعارة بيتيس ستكون سنتين يعني غدا يخدموا لك اللاعب يعني غدا تكون عنده فرصة حتى بيتيس وعدته بأن يلعب يعني أساسيا كل هذه الأمور وما تنساش بأنه بيتيس لن تتحمل راتب روكيكا كاملا يعني غدا تكون واحد العملية بينها وبين البارسة كل هذه الأشياء ولم يستطع البارسة تسجيل أولمو غير باش تفهموا أين المشكل قلت باش نعتبر باختصار عملية تسجيل اللاعبين مرتبة ترطباتا وطيقا بمبلغ شراء اللاعب وكذلك براتبه كان واحد نسب مئوية كتاخذ من عملية البيع يعني من قيمة عملية البيع وتاخذ من راتب اللاعب باش تقدر تسجيل أولمو لا تنغير نعتك كعملية سهلة بسيطة أولمو باش تسجلوا 26 مليون أورو فقط لكي تسجيله أنا الناس ما فهماش هذه المواضع ودائما أشرحوا وأعيدوا أن أشرح والناس ما فهماش وأنا اللي زي قتلني اللي يجي قولي نبيعوا البارسة للمستثمر سعودي أو قطاري هناك أتعب بالسيد ما فهمت توزف فات بارسولو فلهذا يعني أرى تسجيلت على اللاعبين يجب أن يكون عندك ضمانات مالية لتسجيل بعض اللاعبين أرى العمل لي فات أنا قلت أعيدها مرة أخرى باش سجلنا بعض اللاعبين وضعت إدارة البارسة ضمانات مالية شخصية لابورت أخرج فلوس ديالو هو الأعضاء ضمانات مالية شخصية أرى قيل وصلت حتى 40 مليون أورو وبعد تخرج قالت الكلام شير بعين قاع غيج واهمة بين 12-18 مليون أورو أنا لا يهمني المبلغ ما يهمني أن السيد الرئيس بد من نجيبه باش يسجلك بعض اللاعبين سوف نشرح مستقبلا علاش ولكن حاليا سوف تسجل أمو لأن السفقة ديالو كل يفت بستين مليون أورو بالكسفقة ستين مليون أورو ستأخذ من الاتحاد الإسباني يقول أن نأخذ منها 10% بالإضافة إلى الراتب ديالو يعني الإجمال لتعكل شيء خصك تحط قدام أمو واحد ضمانات عشرين مليون أورو لكي يسجلوا وبعد تخرج قالت 22 مليون أورو سوف تفهموا أرى أي لاعب يأتي سوف تقفلوا فهمت لماذا عن البرصة تلقت قندوقان باطل لكي تسجل أمو البعض يقول لك لماذا جابوا هذا ألمو أسلم سوف يخلون نغي قندوقان هذه مسألة أخرى ترقنا لها في حديث آخر وفي مسائل أخرى لا تنسى بأنه قندوقان راتب ديالو كبير بزر رأى عنده هذا الراتب ضخم والعمجي قد يكون ضخم فلهذا يعني البرصة ارتأت إلى بعض الحلو وشتكحدش الذي رواقع في البرصة سببه شخص واحد واحد سنتطرق له مستقبلا ليس لاب بورت وليس لاب بورت وليس لعب ديالنا شركة أراماكا كانت تعطيت 41 مليون أورو للبرصة يلا حطت للبرصة مبلغ 25 مليون أورو انتفاقيات البرصة شدت لك 25 مليون أورو سجلت بها دوك اللاعبين بحال مارتينز بحال فاتي بحال لوباز بحال سجلت بها لعب آخرين لماذا أراماكا وعدت تعطي 40 مليون أورو وعطيتك 25 مليون أورو قلنا سابقا بأن الشركة ستعطيك 40 مليون أورو يعني صفقة ضخمة 40 مليون أورو أعطتها في كل مواسم صفقة لا أعطتها لك في يوم واحد أو كسنة واحدة أراماكا في كل صفقة وصفقة قيل بأنها طويلة جدا فلهذا البرصة يلا خذت ديك 25 مليون أورو سجلت بها أمور أخرى سأخبره أخرى البيع عن الإنجليد الإنجليد ارتأت إدارة البارصة أنه لا يريد أن يخرج الصالير كبير 16 يريد أن تكسر العقد تعطيه 16 مليون أورو يعني ستعطيك 32 مليون أورو لا يريد أن يجلبها ارتأت إدارة البارصة أنها الحل الوحيد أن يخرج إعارة لفريق يمكن أن يحمل واحد جزء كبير من الصالير ألا وهو 3 كود مدري بالإضافة إلى ذلك واخذ يخرج إعارة يعني رأي بارصة ملزمة باش تتكمل العقد ديالو معه ما درت البارصة؟ قالت بأنها ستزيد واحد سنتين في العقد سنتين أو ثلاث سنتين يعني أغلب الظن سنتين سنتين باش يشدو ذلك سنتين دون الزيادة في الراتب بطبيعة الحال سيبقى الراتب هو هو ذلك اللي ستأخده من 26 سيبقى هو هو ولكن سنتين دون الزيادة في 28 مثلا سنتين دون الزيادة في 28 ولكن سنقسمه ذلك الراتب لك تدي انتين 32 ليس على سنتين على أربعة سنوات يعني السيد لا يبقى يخلص 16 في السنة سيبقى يخلص 8 هذه الفكرة لكي يبقى يعني لعقد ديالو ساري المفعول مع بارسولون يبقى يخلص لا يكون مهم هذه الفكرة استحسنها اللاعب قالت لك السيد ليس مشكلة نساعدكم في سنة بحلل سيعوننا في واحد سنتين من عنده ولكن هذه السنتين فيها متغيرات يعني نحن نضروا غير الراتب ستكون شروط أخرى سيساعدك في بحلل السيد يؤجل راتبه هذا الشيء اللي يعني ستأجيل راتب الإنجليد ولكن هذا التأجيل يخدم مصالح البارسة إلى حد ما يعني لا سنضيعه 100% ولكن سنضيعه 50% أصلا نضيف الإنجليد ضيعين فيه وبالتالي كانت البارسة ستفكر في إعادته للميدان سيقول يلعب معه برسولون بهذه الصيغة الجديدة أن السيد لا تقديد 16 سيزيد واحد العامين كبرونونغاسيو كما نقول وتقول تأجيل راتب فقط ستصل إلى 2016 وانت تنساحب لا تكمل معه عفوا 2026 وستنساحب نتجف شتريح بالصحيب قوي ججعة ع سنتين سالير نعطوها لك من بعد وخنتها تعتزل نقول لي ونخلصك يعني هذه أمور اضطرت البارسة إلى الوصول إليها البعض يقول لك هذه يعني لابورتا لابورتا فعلا قلت أنا سابقا في أول يوم قلت بأن لابورتا شخص يريد مصلحة البارسة ولكن الأدوات غير متوفرة لا شيء متوفر لكي يستطيع الرجل العمل لابورتا قام بأعمال بعض المرات خرجت له خاطئة مئة في المئة ونقوم بعمل حلقات سأبين ما دفع على لابورتا وأين لم ينجح لابورتا أرى هذه الأفكار اللي يجبها لابورتا كانت أفكار جيدة سيد ما جاشو ربح انتخابتها لا تنسى بأنه لابورتا نجحة وسط منافسة فيكتور فونت غير فيكتور فونت هذا لوحده شخصية قوية وشخصية مالية قوية ولكن لابورتا هو اللي ينجحه ربما قلت البعض بأن الوعود أعطاه وعود بقاء من السواء وسأشرح هذا مستقبلا فلهذا غير البعض اللي راني شوف من السلطة وصل الشميع لابورتا يستقيل وحتى الجماهير لابورتا يستقيل لابورتا يستقيل الكل يطالب باستيقال لماذا؟ لأن لابورتا لم يجد الحلول وأؤكد مرة أخرى أن لا رئيس سيأتي سواء كان لابورتا أو غير لابورتا لن يستطيع إيجاد الحلول لأن العراقيل ليست عراقيل مادية محضة كين عراقيل نتع الفلوس؟ صفرين حقيقة يوجد مشكل مادية كبير ولكن المشكل الأصلي ليس مادية محض المشاكل مادية بالإضافة إلى مشاكل تقنية وخصوصا مع الاتحاد الإسباني من بعد قلت قد ندير مواضيع ربما تكون غدا أو بعد غدا يعني يعطوني غوحة شوية الوقت يوم أو يومين وقد نوجد هذه المسائل كلها أولا قلنا بأن البارسا تتجه إلى تمديد عقد الإنجليد لكي تسهل الأمور كان واحد مشكل آخر الذي يمنع تسجيل اللاعبين ويمنعنا من العودة إلى اللاعب المال النظيم أهدرنا وا 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 أين عقد نايك من كل هذا؟ أنا ما زال إخوان العقد نايك ما تعطينا فيه التارية لكي تفهموا الأمور ما يجيش واحد يبقى عليك أنا اشترحت في واحد الحلقة فقلت بأنه البارسا دخلت في أولمو البعض قال لكي ورا هذي غيهدرة وكلام زائد وا 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 قلت تاني سابقا بأنه البارسا وضعت فرضيات في السوق لكي تدخل تشري وتبع اللاعبين فرضيات المشكل أنه الفرضية لم تنجح أو لم تحقق لكي تفهموا البارسا ورا بورتا مين بغي يدخل لصفقة نيكو ويليامس؟ قال عندنا الفلوس لتع شركة نايك رها داخلها ما تنسوش بأنه شركة نايك كانت تتعطينا الأموال دينا في بداية غشت ما زمعت التالية ما تنسوش بأنه شركات أخرى مثلا أراماكا وعدت أن تعطي أموال تقريب كلها دفعتا واحدة فائدة به أعطت 25 مليون أورو ما تنسوش بأنه عقود أو شركات أخرى يعني مستثمرة في بارسا رون البعض ما زال أقلك حتى الرسل عم عدن جدة العقود ما يعني أمور اختلفت ما تنسوش بأنه كان عدنا بيع وما تباعش بحل دي يونج بحل أراوخو ما تنسوش يعني البارسا دارت انليست كما كان قلوه ورقة دارت ورقة عفوان يعني ورقة وكتبت فيها كل ما تحتاجه المشكل عامل الوقت جاء ضد بارسا رون خصوصا هذه السنة نايك ما زال مدرنا مع هوال نحن فقط في مفاوضات ولازلنا في مفاوضات وتعقدت المفاوضات الى رجعت الواحد الفيديو السابق قلت كل شي موجود رجعت الواحد الفيديو السابق قلت بأنه المحكمة الكتالانية التي حكمت لصالح شركة نايك ضد بارسالونا ستتخربك كل شي يعني ستضع حدا لتسلط لابورتا وهذا ما وقع فعلا من نهار اللي خرج الحكم انتع المحكمة الكتالانية تبدلت الامور بين شركة نايك و بارسالون كان البارسا في موقف قوة فإذا به أصبح في موقف ضعف وبالتالي شركة نايك تضعوا وتفرضوا شروطها على البارسا كما تريد وهذا الشي اللي واقع وهذا سبب التأخير هذا التأخير هو اللي ما خلاننا نرجعه القاعدة للعب المالي النادف ما خلاننا نشري الصفقات ما خلاننا كذلك نحافظ على الصفقات مسألة خرج قندوقان يعني مسألة طارئة كحل طوارئ فقط بعض يتجاهل هذه الأشياء ويصدر أحكام أنا لست أدافع على لابورتا ولا غيره أنا ما يهمني أنا نهار الذهب ميسي قلت لا يهمني ذهب ميسي ما يهمني هو فريق بارسالونا بغي يكون ميسي بغي يكون لابورتا بغي يكون جد لابورتا لا يهمني الأمر ما يهمني هو فريقي بارسالونا فقط نمشي للأمور أخرى كي هنا عملية البيع المتعطرة عملية خروج اللاعبين المتعطرة وهضرنا على هذا الإشكال هذا بأنه البعض لا يريد الخروج من جنة بارسالونا حتى المسائل الأخرى يعني الصحافة تساهم في بعض المشاكل الصحافة تضخم أشياء وتقزم أشياء مثلا مثلا أنا كرئيس نادي أنا كرئيس نادي بورتمونت جيت نشري عليك لاعب أطنط الصحفات لاعب غير صالح غير 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 القيمة أنت على اللاعب تسقطوا 100% وأنا كرئيس كنقول الصحفات لهم تسبوا اللاعب يعني اللاعب غير بجيد وأنا جايب معي فلافاليس ديالي 15 مليون أوروبا لنشري اللاعب من نسمع هذا الكلام نقولهم نا 15 اللاعب نعمت لكم يلا سبعة هذا هو الإشكال يا إخوان أرى البارسا تحارب من كل الجوالب مع بعض الأطراف تحارب البارسا على اللاعب وبعض الأطراف تحارب البارسا في الخفاء وبعض الأطراف تحارب البارسا جهلا يحاربون البرصة جهلاً، الصحافة الكاترانية والمشجع الكاتراني، يحاربون البرصة جهلاً، ولكن تقيمة ديالهم والكلام ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفحات الأخبار يؤدي إلى نتائج أكسية. هذه موادعي، لم أتطرق لها نهائياً، ولكن قمت بها الكلام فقط. ما سنقول؟ خروج البرصة حققت نسبة على الأرباح في بعض المسائل البيع، مثلاً اللاعبين قاعدة زيادين، قويو، روميرو، خرشادي، جابت 40 مليون أخر. أين تذهب الأموال؟ كلها تذهب إلى الديون. حتى ما تنسوش بأنه راح تتال يعني عدم مجيء كانسيلو وعدم مجيء في الليكس. تقدر أن نقصوا حد كوتك في الروادي. يعني البرصة تجري ليلة نهار، هذا بسبب قانون وضعه عمكتي باس. بعد قد نطرق هذه الأشياء، يعني صراحةً البرصة تمر بأزمات متتالية، هذا أدى إلى ما هو عليه الوضع الآن. أريد أن نشرح بأنه ليس الرئيس فقط هو المسؤول. هناك تداخل في بعض الأشياء جعل البرصة تعاني إلى كل هذه الدرجة. شكراً.